اشتركوا في القناة والدولية الراهنة كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الامم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام في ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الامن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي حضر اللقاء الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة